بسم الله الرحمن الرحيم تحية يا طيب لكم ومشاهدكم الكرام رمضان كريم وكل عام وانتبه الف خير حقيقة هذا المشهد السياسي أنا قلت قبل أيام من خلال قناتكم الكريمة قلت أن حضوظ المعارضة بدأت واضحة جدا بصعودها خلال الانتخابات القادمة وأصبحت كفءا لأوردوغان وحزبه فبالتالي هذه الانتخابات أثبت تلك المقولة السابقة التي قلناها قبل أيام الانتخابات هذه مهمة جدا تعكس خارطة سياسية جديدة للبلاد والتحديدا لتركيا كما أنها تعكس واقعا جديدا للشعب التركي وأعتقد أن الأمور بدأت تتوضح أكثر في أكثر وتتهيأ لانتخابات القادمة لانتخابات البرنامانية أو لانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا أعتقد أن هذا الأمر يعيدنا إلى الانتخابات الماضية ومدى صحتها ومقبوليتها أو مدى مصداقيتها لدى الشعب التركي خصوصا وأنها لم يمر عليها سوى فترة قليلة ما يعني أن هناك برحلة جديدة مرت بها تركيا سوف تغيرها خارطة هذا البلد نعم سيد محمد ما مدى تأثير فوز المعارضة في إحداث تغييرا شامل أو جزئي في البلاد في تركيا يعني أعتقد هو التغيير سوف يبدأ تصاعديا يعني بالمناسبة يعني التغيير سوف يبدأ تصاعديا من خلال المجالس البلدية ومن خلال الانتخابات المحلية وأعتقد أنه سوف يبدأ بالتصاعد خصوصا مع تراجع يعني شعبية أوردوغان وصعود المعارضة سواء كان في الانتخابات الماضية أو الحالية يعني أعتقد أن الأمور سوف تتغير سوف يكون هناك خارطة جديدة للتحالفات حتى هذه الانتخابات المحلية سوف تؤثر على التحالفات القادمة في الانتخابات الرئاسية القادمة أعتقد أنها سوف تكون شيئا فشيئا حتى نصل إلى الانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا نعم سيد محمد يعني كلما يفوز أو في شتى الانتخابات التي سبقت يعني كلما يفوز المعارضة هناك اعتقالات وانتهاكات بحق المدنيين وبحق المعارضة بذاتها من قبل النظام الحاكم طبعا هذا للأسف شعور بالفشل وتراجع حقيقة يخسر أمام الجمهور ويخسر أمام شعبيته ويخسر أمام الناس بالتالي يتخذ مثل هذه الأساليب هذا حقيقة فشل دريع ومحاولة عكس هذا الفشل بهذه الإجراءات التحسبية ضد المجتمع اليوم الشعب التركي قال قولته قال موقفه وأعلن هذا الموقف من خلال البرلمان ومن خلال صنوتيق الاقتراع هل ستتجدد هذه الأفعال مرة أخرى من أن نظام الحاكم بات يعرف أن وجوده بات يشكل فعلا خطرا على البيئة بالتأكيد احنا كمراقبين نشاهد المشهد السياسي التركي نشاهده الضغوط السياسي على أدوغان باتت قوية حضوظه بدأت تتضائل في العمق التركي تراجع السياسي تراجع الشعبي كل هذه بالتأكيد تؤثر على الساحة السياسية وتعود هناك لكن الشيء المهم أعتقد أن المعارضة ينبغي أن تعمل بجد من هاللحظة على أن تكون هناك تحالفات مهمة في الانتخافات الرئاسية القادمة وأن يكون هناك عمل دؤوب وعمل مهم وبتماس مع المجتمع التركي ومع الشعب التركي في تنبيه متطلباته في فك الحصار الاقتصادي في تحسين سعر الليرة وتحسين مستوى المعاشر للشعب التركي فبالتالي مثل هذه الإجراءات أعتقد أنها سوف تكون القشة التي سوف تقسم ظهر البعير وإنهاء هذا الحكم الدكتاتوري نعم سيد محمد حسن السعدي كاتب ومحلل سياسي كنت معنا من بغداد شكرا على المداخلة شكرا لك